السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجماعة أهلا وسهلا بكم في ريفيجن للألجبرا وعندنا سامري لليسون وان لليسون وان كان بيحكي في حاجة اسمها دومين أوف فانكشن فانكشن يعني ريليشن بتوين اتنين فاريبلز اكس اند واي طبعنا عايزة كيب كلمة دومين يعني ايه كلمة دومين؟ يعني الاعداد المسموح لي ان انا اعوض بيها في الفانكشن عن القيم بتاعة اكس بحيث ان الفانكشن يبقى ليها معنى بحيث ان الفانكشن يبقى ليها وجود كونكلوشن عام للقصة احنا لخصناها في جملة بسيطة جدا 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 كنت بقول لكم ان الدومين بتاع اي فانكشن بيساوي كل الاعداد اللي ربنا خلقها اللي احنا بنسميها ار ار معادة المشاكل ار ديفرنس المشاكل المشاكل عبارة عن ايه؟ المشاكل نوعين النوع الاول لما يبقى عندي فراكشن يبقى المفروض الحاجة اللي تحت في الديناميناتر ما بتسويش زيرو و لما يبقى عندي فراكشن الديناميناتر بزيرو؟ بيأني حيبقى عندي فاين ان الدفاين ... والحاجة اللي تحت السكوير روت تكون بالنائتف لا لازم تكون greater than or equal للزيرو ويلا بينا كده ناخد شوية امثلة صغيرة بتحكي عن قصة الدومين السؤال اول بيقول لي find the domain with the function f of x equal للكزر انت من اول وهلة هتيجي في دماغك انك تقول لي مستر انا عندي هنا في كلمة x plus 5 وعندي x plus 5 فانا ممكن اشتب ده مع ده هو صح هو صح بس بعد ما اتطلع الدومين انا مش عاوس حاجة من simple formula function كلمة الدومين before reduction before simplification يبقى معنى كده ان الدومين بتاعنا هنا في الحالة دي هيساوي مين كل الاعداد اللي ربنا خلقها اللي هي عمارة عن الر معادة معادة ايه معادة المشاكل المشاكل اللي سمح الله ان ال x plus 5 لازم ما تسويش الزيرو وان ال x minus 5 لازم هي كمان ما تسويش الزيرو يعني من هنا ال x ما بيتسويش negative 5 ومن هنا ال x ما بيتسويش ال 5 يبقى انا هستبعد negative 5 و5 من ال r يبقى هقولك الدومين بيسوي r difference set 5 and negative 5 that's it المفروض الاختيار بتاعنا الصحيح هيبقى رقم ال d حاجة في رقم اثنين وبيقول لي find the domain diffractional function يبقى المفروض ان ال x power 2 وبعدين plus 4x الكلام ده not equal to zero طب ما تقول لي ال x not equal لمين طب الكلام ده ينفع factorization yes by taking out the highest common factor يبقى لو اخدت ال x as a common factor حيبقى عندي هنا كلمة x plus 4 not equal to zero لما يبقى عندي حضرتك حاجتين اثنين طعمس بعض equal to zero يبقى الحاجة الاولية او الحاجة التانية يبقى هقولك ان ال x not equal لل zero او ال x plus 4 هي لnot equal لل zero ومنها ان ال x not equal لنيجيتف كاما شباب لنيجيتف 4 يبقى معنا كده ان ال domain بتاع حضرتك هيساوي كل الاعداد اللي ربنا خلقها اللي بتتمثل في كلمة ال r difference مين يا شباب ال zero ونيجيتف 4 add zero and negative 4 اقفل يبقى معنا كده الاختيار الصحيح بتاعنا هيبقى رقم مين؟ هيبقى رقم ال b تمام؟ اذا ال domain بتاع اي function equal to r مع عدل مشاكل المشاكل نوعين يا fraction يا square root لو fraction يبقى ال denominator not equal to zero لو square root يبقى الحاجة لتحت ال square root greater than or equal to zero طب يلا بينا ندخل على example 3 وبيقول لي ايه؟ اصحى بيقول لي if the domain اها ده هو بيقول لي الدومين بتاعك ده هو حالي للسؤال اساسا ايوه بيقول لي if the domain of the function fullant الفرنية is يبقى ده هو الدومين مش واخد بالك من حاجة انه هو استبعد العدد 3 اذا الاستبعاد ده هيخلي ال denominator بتاعنا بزيرو يبقى لو عوضت عن قيمة ال x الثلاثة الكلام اللي تحت ده هيساوي 0 لو عوضت عن قيمة ال x الثلاثة يبقى الكلام اللي تحت ده بزيرو اللي هو مين؟ اللي هو اكس باور 2 معنى 6x بلاس كان بلاس الكي طب شين ال اكس وحط ثلاثة؟ هيبقى عندي 9 ثلاثة باور 2 مينس 6x3 equal 18 وبلس الكي طب 9 minus 18 بنيتف 9 هتروح بالبوست يبقى الكي بتاعتك هتساوي 9 يبقى ال value بتاعت الكي must be equal كما جماعة equal 9 choice هيبقى رقم ال b طيب رقم اربعة take care بيقول لي the domain of the function f of x equal square root of x minus 3 وعاوز الدومين هو square root اه يبقى هنا مشكلة اه طب ايه المشكلة في ال square root الحاجة اللي تحته لازم تكون greater than او على الاقل بتساوي الزيرو يبقى هقولك ان ال x minus 3 greater than or equal 0 يبقى ال x greater than or equal 3 طب greater than لغاية فين to infinity يبقى معنى كده ان ال domain بتاعنا we start من اول 3 closed عشان هنا في علامة equal طب greater than 3 يبقى لغاية فين لغاية ال infinity that's it يبقى من الثلاثة لل infinity يبقى لتشايز بتاعنا صحيح يبقى رقم مين يا جماعة هيبقى رقم c طب يلا بينا في رقم 5 بيقول لي the domain of the function f of x equal the domain of the function f of x equal 5 over square root of x minus 4 وعاوز ال domain قوي قوي المفروض الحاجة اللي تحت الروت اللي هي x minus 4 greater than or equal لل zero لا مش هينفع هنا اكتب or equal ليه؟ طب انت قبل كده كنت تأييل يا مستر اللي تحت ال square root بيبقى greater than or equal طب هل ينفع x minus 4 تساوي الزيرو؟ لا ليه؟ لان المفروض لو الدينامتور بزيرو يا جماعة هيبقى undefined يبقى من ينفع شكل هنا في الحالة دي or equal يبقى معنا كده ان الـ x بتاعيتنا greater than than or four طب يبقى معنا كده ان الـ domain وستارت برضو من اول الاربعة بس ما فيش علامة equal فانا هعملها open الى فين؟ لغاية الـ infinity لان هنا في كلمة greater than يبقى انا هعملها له هنا يا جماعة open choice 4 infinity اللي اتنين open choice هايبقى رقم البي تمام تمام اصحى معايا للكلام بيقول لنا هنا the domain of the function f of x بتساوي the fourth root of x power 2 plus the fourth root the fourth root بعملها معاملة the square root بالزبط يبقى لازم الحاجة اللي تحت the square root تبقى greater than or equal للزيرو يبقى معنا كده هقول لك ان الـ x power 2 plus the fourth root of x power 2 plus the fourth root of x power 2 كما جماعة or equal للزيرو الله تبقى ايه المشكلة؟ يعني معنى كده ان الـ x power 2 greater than or equal اللي اربعة هتروح بياه جماعة بالنجيتف دي لأي value للـ x هتبقى اكبر من عدد بالنجيتف لو عندي عدد بالنجيتف للpower 2 بالبوستف واي عدد بالبوستف اكبر من اي عدد بالنجيتف طب لو بزيرو ما هو الزيرو اكبر برضو من اي عدد بالنجيتف اذا الـ x من حقها تاخد كل حاجة واي حاجة يبقى الدومين بتاعنا بيساوي كل مينة جماعة كل الـ r خليني اديلك سؤالين critical شوية اللي هو زي ايه؟ جماعة بعد اذن حضراتكم كده لو انا جيت قلتلك في رقم واحد انا عندي الـ f of x وعاوز اجيب الدومين دي حتة critical شوية لان كل المسائل اللي احنا اخدناها الـ square root تحت منها x bar 1 لكن دي square root تحت منها x bar 2 حتة فنية شوية مستر هو الـ square root يبقى المفروض الحاجة اللي تحت الـ square root دي لازم تكون greater than or equal zero انت بني ادم بتفهم انت بني ادم محترم بس دي x bar 2 ايو ما انا عارف اعملها ازاي؟ ممتهي السهولة كده الـ x bar 2 مبدئيا دي كنا بنسميها quadratic function والـ quadratic function we represented by a curve على شكل يو او على شكل ان امت حرسمها يو لو الـ x bar 2 بالبوستف؟ امت حرسمها n لو الـ x bar 2 بالنيجيتف؟ يبقى دي حتة رسم على شكل ايه؟ على شكل يو انت هتعمل ايه؟ اصبر طب اه دي اليو بتاع ساعاتك اهو؟ طيب يا ترى حيبقى فيه ما بين الكيرف اللي انت رسمته ده والـ x axis فيه intersection ولا مفيش؟ عايز تعرف فيه ولا مفيش؟ ساوي الكلام ده بالزيرو وشوف ان الدرية هتودي لك فيه؟ يبقى لو كده ابتلك كلمة x power 2 minus 5 x plus 6 equal 0 واعمل لي factorization ان شاء الله حتى تعملهولي بالكالكليتر وتقول لي هنا x وهنا x وال6 عبارة عن 2 في 3 2 في 3 ب6 ومجموعهم يديلي الخمسة سام يبقى same يبقى الـ 2 bracket they have the same sign according to sign of the middle turn من هنا الـ x بتاعتك بتساوي 2 من هنا الـ x بتاعتك بتساوي 3 تعايز تقوليها مستر الـ x بتساوي 2 بتخلي الـ function بـ 0 الـ x بتساوي 3 بتخلي الـ function بـ 0 يبقى معنا كده احنا عندنا نقطتين 2 of intersection ما بين الـ curve ده والـ x axis عند مين ومين؟ قالك عند العدد 2 وعند العدد 3 تاهت والإناهة ازاي يا مستر؟ هقولك المفروض الـ x axis الـ function فوق الـ x axis بالبسطف سواء من هنا او من هنا الـ function بتساوي 0 عند الـ point of intersection الـ function بالـ negative تحت الـ x axis انت عاوز الكيرف بتاع الـ function اللي هو اللي تحت ده لازم يكون اكبر من او بيساوي من؟ يبقى انا محتاج الجزء اللي فوق ضمن الزيرو طب هنا في ايه؟ في negative infinity طب هنا في ايه؟ في بوستف انفينيتي يبقى الدومين بتاع ساعدتك علشان تضمن ان الكلام ده يبقى اكبر من الزيرو او بيساويه حتاخد الـ interval d اللي تخلي الـ function بالبسطف او بالزيرو وحتاخد الـ interval d اللي تخلي الـ function بالبسطف او equal zero وتعمل بينهم يونيون يبقى حتقوله من اول negative infinity لغاية العدد اتنين closed open يونيون من اول الثلاثة لغاية الـ infinity closed open فيه ناس ممكن تكتبها بطريقة تانية ممكن الناس تقول لي بيساوي انا شايفة مستر الحتة دي والحتة دي معادة الحتة دي كلمة معانا معادة في الماث معناها difference يعني ممكن اقول له عبارة عن are difference من هنا لهنا من اول اللي اتنين لغاية الثلاثة طب اللي اتنين عاوز اشيلها لا هعملها open طب الثلاثة عاوز اشيلها لا هعملها open يبقى الكلام ده هو نفسه الكلام ده ويبقى هو ده الدومين بتاعك بس تخدم الموضوع ده امتا؟ لما يبقى عندك كوادراتيك فانشن تحت الـ square root حتة معلش استحملنيك تاني حتة كريتيكال كمان جماعة لو عند حضرتك مثلا f of x بتساوي square root of x-5 على square root of x-7 مثلا يعني وعاوز اجيب الدومين عاية مستر طب انا للمفروض اجيب دومين توافقية توافق مع الاعداد اللي فوق والاعداد اللي تحت يبقى واجب علي ان انا اقول ان الـ x-7 greater than zero من غير equal واقول ان الـ x-5 greater than or equal يبدأ هناك كمّل شغلة لو صمحت من هنا سيبقى x greater than 7 من هنا يبقى x greater than or equal للخمس تمام تمام طيب لو انت حبيت تعمل representation on the number line عشان تطلع للدومين من infinity هنا و negative infinity هنا العدد خمسة في اين؟ وبعدين هعمل سيركل و هعملها shaded greater than or equal to right direction العادة سبعة فين؟ هعمل سيركل عنده هعملها shaded لا و هاخد right direction طب فين الدومين التوافقي الذي يتوافق مع الاتنين روتس من اول فين لحد فين؟ من هنا الى ما شاء الله طب السبعة مش موجودة في الاتنين فهتبقى سبعة open الى ما شاء الله اللي هو الانفينيتي و يبقى هو ده الدومين بتاع ساعتك شفت المسألة كويس؟ square root of x minus 5 على square root of x minus 7 طب what about for احفظ احفظ الشكل ده كويس؟ احفظ كويس؟ بص الشكل ده كان عامل ازاي؟ square root على square root لكن ده عبارة عن square root واحد بس completely different completely different بين الاتنين هنا كنت بقول ان اللي فوق اكبر من او بيساوي الزيرو هنا كنت بقول اكبر من الزيرو بس هنا هقول ان ده كله لازم يكون بالبوستف طب امتى فراكشن يكون بالبوستف؟ لو النيميراتر والديناميراتر لهم نفس الاشارة يعني ايه؟ يعني لو اللي فوق بالبوستف واللي تحت بالبوستف يبقى بوستف اوبر بوستف ولو اللي فوق بالنيجاتف واللي تحت كمان بالنيجاتف يبقى نيجاتف اوبر نيجاتف هيدي لي total الاجمالي النتيجة هيدهالي بوستف اذا هنا هحلهاله على مرحلتين هقوله ان الاكس مينس الخامسة greater than or equal للزيرو وهقوله الاكس مينس السبعة greater than الزيرو وايه كمان يا مستر وبعدين هقوله الاكس مينس الخامسة اقل من او بيساوي الزيرو تمام وهقوله الاكس مينس السبعة اقل من الزيرو تمام من هنا الاكس طب هنا انا عوضت بالبوستف وبالبوستف وهنا بالنيجاتف وبالنيجاتف من هنا هروح اقل لحضرتك ادي الاكس greater than or equal ل5 ومن هنا هقولك الاكس greater than السبن تمام؟ تمام يا مستر طب من هنا هقولك الاكس اقل من او بتساوي الخامسة من هنا هقولك الاكس اقل من السبعة من فضلك نعم ارسم الاولى اهي خمسة سيركل شيدد وهاخد الرايب دائريكش سبعة سيركل انشيدد وهاخد الرايب دائريكش تمام؟ تمام ارسم اللي دي حاضر يا مستر هرسم number line negative infinity negative infinity post infinity ما السلي الاولى اقل من الخمسة طب ادي الخمسة وسيركل عندها وشيدد وهاخد الرايب دائريكش عشان less than or equal طب اللي بعدها السبعة ادي السبعة وسيركل عندها وانشيدد وهاخد الرايب دائريكش مستر نعم انا عايز الدومين حاضر الدومين حيساوي الحتة دي هتخلي اللي فوق واللي تحت بالبوستف والحتة دي هتخلي اللي فوق واللي تحت بالنيجتف يبقى اما الاتنين بالبوستف او الاتنين بالنيجتف يطلع لناتج يا جماعة بالبوستف او بزيره انا كنت عامل حسابه يبقى معنا كده من هنا هقول لك من السبعة للانفينيتي ده الكومان بارت السبعة اوپن وهنا اوپن يونيون من هنا فين الكومان بارت اهو من اول نيجتف انفينيتي لغاية العدد خمسة الخمسة بتاعتنا موجودة في الاتنين فهتبقى تلوزد وهنا هتبقى اوپن بصوا الحل هنا كان عامل ازاي وبصوا الحل هنا كان عامل ازاي علشان الروت هنا على الفراكشن كله لكن الروت هنا كان على اللي فوق بس واللي تحت بس خلي بالك من الحتة دي كويس جدا 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 مش اي حد بيعرف يحم الجزيات اللي زي دي دماغك لازم تفكر استنونا في شوية افكار حلوة جميلة هتخلي دماغك في حتة تانية خاصة سلام